سلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بنعطي قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العرض الاشتراك في القناة ضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بشكيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار ونبدأوا مباشرة في الفيديو متاعنا وفي الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة الوصول إلى chat GPT هذه الخدمة المشهورة جدا في الاونة الأخيرة في الدول اللي من المفترض الخدمة هذه ما تشتغلش فيها وفي الحقيقة أغلب الدول العربية لا يمكن فيها الوصول إلى خدمات chat GPT لكن في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة الوصول لخدمات chat GPT اللي يلزمكم فقط يلزمكم تطبيق تيليجرام نجمه تنزله مجانا من متجر تطبيقات جوجل أو كذلك متجر أبل بنسبة العباد اللي تستعمل الايفون وبالنسبة للعباد اللي ما تعرش تيليجرام شنوه هو تطبيق متاع محادثة فورية كما الواتساب وسيجنل وغيره من تطبيقات هذه تقوم مباشرة بفتح سيجنل وبعدها تمشي عفوا تيليجرام وبعدها مباشرة تمشي وتضغط على مكان البحث في مكان البحث باش تكتب اسم البوت التالي اللي باش نقوله الآن وباش نخليه لكم في الأسفل في صندوق الوصف نعملو العالمة متاعات بعدها AI بعدها شلطة بثمانية Modern شلطة أخرى بثمانية Boot وندخلو للبوت الأولاني اللي هو OpenAI Chat AI Chat GPT دونك لهنا نضغته على Start أو Restart إذا كان كنت استعملته في وقت سابق وأغلبكم مش تكون أول مرة تضغط لهنا بعد باش تجي لهنا في المينيو نكتبوله ونعطيهه نيو تشات بالنسبة لي لأني معنا كنت استعملته في وقت سابق باش جربته وباش نواجهه له أي سؤال بالنسبة لللغة العربية فهو يدعم اللغة العربية لكن اللغة العربية متاعه ليست جيدة وليست معناها يمكن في مستوى تطلعاتكم باش نوجه له أنا أسئلة باللغة الإنجليزية كيما قلت لكم أنتم ما تنجموا تسألوه باللغة العربية لكن هو حتى تشات جي بي تي في حد ذاته مازال غير متمكن معناه تماما منه اللغة العربية باش نسأله بالطبيعة تنجم تسألوه أي سؤال في أي موضوع أنا فقط هذا مثال يقول لك يحذر لك الإجابة متاعك أحيانا يكون بطيء نوعا ما لكن الآن أعطينا الإجابة مباشرة يعطينا مثلا هذا يقول لك يحذر لك اللي يلزمك ويعطيك الخطوات بالضبط تنجم تسألوه سؤال آخر مثلا how to create a podcast ونعمله enter تنتظر حتى يجاوبك أعطيك كيف الإجابة تنجم تلقاها وبالطبيعة كيما قلنا لهنا تنجم تسألوه أنت أي سؤال تحب عليه أي سؤال تحب توجهه له تنجم توجهه له بأي لغة تحب عليها معناها الفرنسية الإنجليزية العربية لكن كما قلت لكم الدقة متاعه في اللغة العربية ناقصة شوية كانت هذه الفيديو متاعنا إن شاء الله تكون الفيديو أفادتكم وعجبتكم إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة لاشتراك في القناة تضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس كيف نعبط فيديو جديد يجيكم إشعار وللفيديو القادم إن شاء الله مبقى لي بشي نقول لكم كان إلى اللقاء